السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاجة السيئة ان اي موقع واي برنامج بيحاول تطور نفسه ويدخل الذكاء الاصطناعي معي. تمام? على سبيل المثال جوجل درايف كنت فتحت الكتاب دوت ويجيت هنا على جيملاي فبدأ يقول لي انت عايز تسأل في ايه? يعني على سبيل المثال ممكن تسأل ايه السؤال انت عايزه? ممكن تقول له لخاص للملف دوت. ممكن تقول له مين اللي كتب الملف دوت. فبدأ يجيب لي ملخص بيقول لي مين الكاتب للملف دوت. وبيتكلم عن ايه? وايه القراءة بتاعته? والحاجات دي كلها. ممكن اقول له طب قول لي اهم النقاط اللي موجودة. فيبدأ ان هو يجيب لي اهم النقاط. الكتاب جميل ان شاء الله حاول ايه? اقرأه او ارخصه او حتى ممكن نعمل فيديو احنا ايه بنقرأ اجزاء كده منه. ان هو كل واحدة الشرصفة. فبيجيب لي اهم النقاط اللي موجودة. ممكن تسأله اي سؤال يبدأ ان هو يجيوب عليه. هو حتى الان يعني الكتاب العربي لكن الاجابة معه بالانجليزي. لكن مع الوقت هتلاقيه بدأ ان هو يخلي كله بالعربي او بالانجليزي زي ما انت عايز. وتقدر تقيم الاجابة وتقدر تنسخ الاجابة وممكن تشوف المصدر. طبعا المصدر المعروف عندنا. هو الكتاب اللي احنا ادنونه. طيب برضو عندي هنا الادوب عاملة اكروبات اونلاين. قدر اختار اي ملف. والملف اللي اختاره ابدأ ان انا اسأله اي سؤال فيه فهو يبدأ ان هو يجيب لي الاجابات. طيب خلينا نختار مثلا. ممكن مثلا ارفع البرتفوليو بتاعي او الملف دوت. سواء عربة او انجليزي بيبدأ ان هو فهو بيقول لنا نعمله upload. وانت عايز شوفه كملف ورد. ولا باوربوينت ولا ايه? فبتلاقي يظهر عندي AI assessment يعني ايه المساعد. تمام بيقول لي convert to PDF اوكي. ده الملف هوت. تمام? هيبدأ بقى يديني فرصة ان انا اسأله. يعني ممكن عندك ملف خمس تلاف صفحة. وانت مش عارس الجزء ايه اللي انت بتدور على فين? فترفع الملف. وتقول له انا عايزك تلخص لي الملف دوت. انا عايزك تقارن لي بين مثلا الموقع المنتجين. عايزك تقول لي ايه المزايا اللي موجودة في في الحاجة دي. يعني ممكن تكون كاتل اجهات عندك. بدل ما تقعد تقرأها كلها تقدر تتعمل البحث بتاعك عليها. فهي في ده كتير جدا يعني في مواقع بتديك الخاصية دي. الخاصية دي خلاص بيت جوجل درايف بيديها لك وان درايف بيديها لك اكروبات اه ادو اكروبات بيديها لك. بقى الموضوع منتشر جدا يعني. فهو بيقول لي اسألي سؤال وانا اقدر ان انا اجابك عليها. ممكن تقول له مثلا اديني اهم الخمس نقط في المقالة ديت. تمام? فيبدأ ان هو يجيب لك اهم النقط. ممكن تسأله مين الانتروفيو ده مع مين? طب ايه الاختصار الاسم بم دوت? اكتصار عبارة عن ايه الاختصار دوت? وهكذا. اذا كان موجود دلوقتي خلاص موجود حتى في الفوتوشوب موجود في الكسيل موجود في البوربوينت في كل حاجة. تمام? بيقول لي اعمل اشتراك لو انت عايز تاخد كل المزايا لكن المزايا المجانية كافية بالنسبة لي. تمام? طب بيقول لي بما راجع صفحة دي معناها هاوديك للمكان دوت. تمام? فموجودة في صفحة بس انا ايه الصفحة ديت. ماشي برض دي. يعني هو كل حاجة بيقولك موجودة فين? تمام? طيب. اللقاء ده بيعرف البم ان هو ايه? فيبدأ يدور ويبدأ يشوف. تقدر تسأل يعني مش كذلك من الحاجات اللي هو مدالك. لا تقدر تسأل اي سؤال هنا? تمام? ويبدأ ان هو جاوبك عليه. طيب خلنا نسأله مثلا لخص لي القرار ممكن يلخص بالانجليزي وممكن يقول لك انا بشفاهم السؤال بالعربي حسب بالدعم طيب. لخص لي اللقاء. ممكن تقول له شرحولي بسلوبه بسطة. يناسب طفل عنده مثلا ثمان سنين عشر سنين حاجة زي كده. تقدر تنسخ تقدر تقول له انا موافع على الكلام اللي تقال او لايك وديس لايك. اهو. لخصولي بالعربي هوت بشكل جميل جدا تظهر ان انت تنسه. ترجمة نانسي قنقر